الأستاذة نادا راشد أخصائية الطب التكميلي وصدق سيئة العزيزة إزيك يا ناد؟ سيكرون أخبارك إيه؟ الحمد لله أنا عايزة أقول لحضراتكم أننا تعلمت موضوع الألوان ده من نادا من سنين وسنين وهو من الحاجات اللي فرقت كتير جداً بس إيه أهميتها يا نادا؟ زي ما قلت بصي إحنا حياتنا كلها ألوان ربنا خلق لنا ألوان كتيرة كل لون له خصائص مش عايزة أقول كلمة علاجية بس له خصائص بتساعدنا موت بتاعنا يبقى أفضل وحالتنا النفسية تبقى أفضل أو العكس فيه ألوان تحفيزية بنستخدمها لما نبقى down شوية أو محتاجين نركز أو سكوتنا بنفسنا مش أحسن حاجة ألوان تحفيزية بنسميها warm colors أو stimulating colors زي الأحمر والأورنج والأصفر الكتير منها زي ما كنتي برضو بتقولي ممكن يعمل إفاكت عكسي بس أنت جبتي قصة الثقة بالنفس هي الثقة بالنفس ممكن تزيد بالألوان فيه ألوان معينة لما بنتعرض لها أكتر ممكن ترفع لنا المرال بتاعنا وترفع الثقة بالنفس فعلا وفيه ألوان العكس لما بنتعرض لها أكتر ممكن نحس بضغط عصبي أو توطر أو عدم تركيز أو عدم إنجاز في الشغل أو ما بيبقاش فيه productivity أو إنتاجية دايماً بدي الإجزامبل ده أو المثال ده إن حتلاقي دايماً في المطاعم بتاعت الوجبات السريعة بيستخدموا ألوان معينة أصفر أو برتقاني أو أحمر عشان دي ألوان بتخلينا نبقى محفزين فناكل بسرعة ونتكلم بسرعة وما نبقاش عايزين نعود كتير في مكاننا فهي ألوان تحفيزية عمرك ما حتلاقي يعني البرتقاني والأصفر والأحمر والأحمر لو موجودين في مكان يخلونا حاسين إن إحنا متوترين بمعنى أصح؟ ألا عايزين ننجز؟ عايزين نبقى سراعة أوكي فلما بتتعرضي للألوان دي بصورة مكسفة ما بيبقاش بقى بتبقي سريعة بتبقي سريعة أكتر من اللازم فبيؤدي لتوتر فعمرك مثلا ما حتلاقي إن في مكان الغرض منه إنك تعودي وتتكلمي وتبقي هادية مثلا زي الذكار اللي إحنا عايزين فيه وحتلاقي فيه أحمر كتير أو أصفر كتير أو أورانج كتير بالعكس حنميل للألوان الهادية اللي بتساعد طاقة التواصل والطاقة الهادية جوانا إن هي تحفز فتقداري تتكلمي أفضل وتركزي أكتر اللي هي أنهي ألوان؟ الأزرق والأخضر والبنفسجي يعني الأحمر والبرتقاني والأصفر يحفزوا التوتر بمعنى أصحة أو خلينا نقولي السرعة بمعنى أصحة يخلي الواحد قاعد عايز يقوم من مكانه أو ينجز لكن الأخضر والأزرق بنفسجي فأي مكان يخلوكي قاعدة مسترياحة وحاسة أن أنت عايزة تكملي القاعدة ويكون عندك طاقة تواصل أكتر بالضبط كده والمهم في الألوان ما يبقاش التعرض الدائم للون يعني إحنا مثلاً لما بنعمل أي كونسالتينج أو أي استشارات لأي شركة بيبقى مهمة أو يننصحهم ما يبقاش فيه لون طاغي دي بتبقى مشكلة عند شركات في لوجوز معينة البراندينج بتاعهم بيكون ألوان طاغية شوية بننصحهم لو هم حابين يعني يشتغلوا على الحتة ذي من أجل الصحة النفسية أو السلامة الصحية بالنسبة للناس اللي هي المنتل هالف اللي دلوقتي موجود في الشركات إن ما يزودوش قوي من استخدام لون معين كسر وتتعرض للون مهما كان محفز أو غير محفز مش بيبقى حاجة إيجابية خالص على الجسم طب والمكاتب مثلاً المكاتب كده ينفعش يبقى فيها لون خالص يستحسن طبعاً آه يعني منتكلم في إن الحيطة تكون يا أبيض جريل بيج الحاجات المتعارف عليها بالضبط وإحنا دايماً بننصح إن يبقى الحركات كلها في الديكور مش في ألوان سابتة صعب تغييرها يعني ممكن يبقى مخدة بنحطها في الليفينج روم أكساسوريز سهل إنك تغيريها لما تحسي إن التأثير بتاع اللون مدايقك ما تبقاش حاجات سوابة صعبة تغيريها مثلاً لو عاملة موكات لون معين ستيمولايتينج أو محفز صعبة تغييريه بعد شوية فدايماً بننصح تبقى حاجات سهلة تغيرها عشان بعد شوية كلنا بنحتاج التغيير ده ونفس الوقت البيت برضي يقولك البيت دايماً خليه كله نوت زي ما أنت كنت دايماً تقولي لي كده وغياري في ألوان مثلاً الإكساسورات بالضبط وده ليه لأنه بيأثر على مزاجنا بشكل عين آه يعني مثلاً فيه ناس بتحس إن هي تجيب مثلاً ملاية لقودة النوم أحمر أو بورتقاني ده حاجة كويسة جد يا لأ دي حاجة حتخليهم أصلاً مش بيعرفوا يناموا بعمق لأن هي طاقة محفزة زي ما قلنا يعني الملاية حتى يا ندا لو أنا حطيتها لمدة يومين مثلاً أو حاجة ممكن تخلي الواحد ما عرفش ينام ده أكيد ما هو أنت بتبقي نايمة عليها فبتخذي من طاقة اللون ده فبتحفز بتخليكي تفكري تعودي بقى تفكري في ذكريات تفكري بكرة هتعملي إيه يبقى عندك طاقة كلام فكلما تيجي تنامي مثلاً تعودي تبعايز تتكلمي عايزة تعبري عن نفسك أو كده فهي من الألوان مثلاً اللي مش بينصح بيها خالص لو أنت عايزة تبقي في مكان هادية فيه عشان كده قوض الأطفال دايماً يعني إما بتبقى بلوه فاتح مثلاً إما بينك فاتح عشان تهدي يعني ده مقصود بسبب العلاج بالألوان طبعاً طبعاً وقوض الأطفال برضو بننصح إن لو مثلاً الطفل مش بيركز قوي في المدرسة أو مفرد في الحركة إن نحط له شوية حاجات صغيرة أكساسوريز صفرة الأصفر بيساعد على التركيز زي ما اتفقنا بدرجة مش بكتير اللي عنده كسل ولا اللي عنده فرط حركة لا اللي عنده كسل أكتر ومش بيعرف يركز اللي عنده كسل أكتر ومفترة اللي امتحانات نعرض الولاد لحاجات أصفر وتكون صغيرة بس مش حيطة مثلاً لا مش حيطة برضو حاجات بسيطة بس ممكن مثلاً الصغارين نجيب لهم بازل الحاجات اللي بتتبني المكعبات الحاجات الأصفر بتساعد عمتاً على التركيز صغارين وكبار يعني بالعكس لو حد عنده فرط حركة لا نبعد خالص على الألوان المحفزة كمام فيفضل إن احنا دايماً القوضة يبقى فيها مثلاً لبني أخضر أخضر وبرضو الدرجات بتفرق أخضر غامق أخضر فاتح بصي إحنا في الطب التكميلي بفكرة العلاج بالألوان بنتكلم على سبع ألوان سبتة أو أساسية وبقية الألوان كلها بتبقى بنسميها مكملة فهي الدرجة بتبقى الدرجة الناتشرل يعني الأزرق بنتكلم على الأزرق السماوي الأخضر الأخضر بتاع الزرع الأصفر زي صفورة شمسي يعني الحاجات اللي هي من الطبيعة ممكن طبعاً نغير في الدرجات على حسب المتاح لكن نستنى في الرينج المتعرف عليه لللون يعني ما يبقاش في صفورك مثلاً أو مثلاً الأحمر ما يبقاش نبيتي يعني نخلينا في نفس الرينج بتاع اللون يقال إنه الزرع من الحاجات اللي بتهدي الأعصاب بس لما بتتعرضي لللون ده أكتر كل ما عصابك بتهدأ أكتر ولا العكس اللون الأخضر بطبعه من الألوان الهدية خالص واللي بتهدي ومش بتحفز بطريقة سلبية هو لون لو حنتكلم عليه كمدلول في الطاقة بتاعتنا اللي بنسميه Unconditional love أو الحب اللي هو غير مشروط اللي هو المفروض إن كلنا نوصل لهذه الدرجة من الحب طبعاً زي حب الأم الأولادها أو الأب الأولاد والهوبي بقى حب مجرد إن أنا بحبهم مش مستنية حاجة في المقابل والمفروض إن ده أسمى أنواع الحب في الطب الغير تقليدي بتاعنا أو التكميلي إحنا بنتكلم على إن اللون الأخضر بيساعد قوي على تحفيز النوع ده من الطاقة والزرع طبعاً مثال ده بس زي ما اتفقنا التعرض لحاجة فترات طويلة مهما كان اللون إيجابي غير محبس يعني فكرة وجود الزرع في البيت بشكل عام حاجة هائلة طبعاً لكن نسيب أماكن ما فيهاش زرع ما يبقاش المكان كله زرع طول الوقت لأن أي حاجة التعرض لها أو الاحتكاك بيها فترة طويلة الجسم بياخد من طاقة كل حاجة حولينا لما الطاقة بتزيد بتبقى حاجة خلاص مش بتفيدنا ممكن حاجة تبقى فمثلاً ممكن تلاقي نفسك بقيت حساسة بالزيادة يعني أنا ممكن أكون حساسة بزيادة عشان أتعرضت اللون أكتر من لون تاني فترة طويلة يعني حاجة جسمك خلاص ما بقاش محتاجها إحنا بنحتاج كل الألوان اللي حولينا أنت عارفة سبحان الله زيما أنت بحتاجة كل الألوان من فكهة والخضار عشان تكريهم لأن كل لون فيه الفيتامين المختلف بتاعه زيما أنا دلوقتي بعرف منك أنت بحتاجة كل الألوان اللي أنت تشوفيها بعينك صحيح ودايما لو تفتكري كنا بنتكلم على أهمية لما تفتحي الدولاب تلاقي كل الألوان نبعد عن فكرة أن الناس كتير تقولك أنا بحب الأسود بس أو الأبيض بس أو الرماضي بس حلو جداً بس لازم يبقى فيه في دولابنا ألوان تانية لأنه إحنا جسمنا بيحتاج طاقة الألوان التانية فتعرض لأي حاجة لفترات طويلة بعد شوية جسمك بيكون مش محتاج ده فلازم دايماً يبقى فيه تاوازن طيب لو جينا برضو لللبس مثلاً أنا واحدة الناس النهاردة كنت حاسة أن أنا طقتي قليلة شوية فقلت حلبس حاجة فتحة أنا بقتنع أن ده بيزود من الطاقة بس ما رأيش هو ده يعني حقيقي ولا لا لا حقيقي جداً طبعاً لطاقتي أنا شخصياً ولا للبنائنا من اللي قدامي طاقتك أولاً واللي حواليكي حيتأثره بطاقتك إحنا متفقين أن كلنا بنأثر على بعض كلنا مهما كنا قريبين أو مش قريبين من بعض بنتأثر ببعض وبنتأثر بطاقة بعض وبالحالة المزاجية بتاعت بعض يعني ممكن تبقي دخل مكان مودك حلو جداً تحسي أن القاعدة مش قلت في حاجة تقومي من القاعدة داون شوية تشافط الأكسوجين بالضبط شافط الأكسوجين فإحنا كلنا بنتأثر ببعض سواء كنا عايزين أو ما كناش عايزين كنا نعرف بعض أو لا فطاقتك أولاً بتتأثر باللي أنت لابساه طبعاً ولون الأحمر لون هايل فعلاً نرفع الطاقة يعني زي ما اتفقنا أنه لون تحفيزي كمان لون بيدي طاقة كويسة قوي ثقة بالنفس فمن الألوان اللي دائماً بننصح بيها لما حد بيبقى عنده انترفيو مثلاً بس طبعاً هو لون دارنج أو لون جريء أبتلسى هو قل لك يعني واسحنا على الستيج مثلاً أو لما بنيجي نقدم مؤتمرات من القوانين ما تطلعيش على الستيج وانت لابسة أحمر عشان ما يبقاش انت كتير أتراكشن كتير يعني ما هو ده فكرة الأحمر إنه هو بتبقى طاقته طغية أيوة بالضبط أكتر من الألوان تانية كتير فممكن كبروتوكول غير مستحب لكن هو كطاقة هو فعلاً طاقة مميزة جداً طيب لو احنا بنتكلم على حاجة مثلاً أنا مش مركزة النهاردة وعايز أركز ألبس أصفر مثلاً؟ الأصفرات من الألوان اللي بتساعد قوي على تحفيز التركيز والطاقة الكويسة إنك تحسي كويس عن نفسك وإنك تحفز لك ثقتك بنفسك وعلى المستوى العضوي بتساعد في الهضم نأ استني فقى نقف عندي دي فيه ألوان ممكن ألبسها تساعد على الهضم؟ آه الأصفر الأصفر لأنه هو مكانه كمركز طاقة في الجسم عند المعدة إحنا ما تكلمنش يمكن في ده يمكن ندي تعريف سريع الألوان دي جات من فين؟ لما الصينيين بدأوا يكتشفوا أهمية الألوان في العلاج قسموا الجسم الحاجة اسمها مراكز طاقة أو شاكرز بالضبط إحنا عندنا سبعة شاكرز أو سبعة مراكز طاقة موجودين من أول الراس بالضبط وبينزل في خط مستقيم لغاية المنطقة التناصلية في الجسم بزار عند كل مركز في ده فيه لون خاص به الصينيين شايفوا أن اللون ده هو بيساعد المنطقة Z على المستوى العضوي وليها مشاعر أو إيموشنز أو حاجات بيقدر يشتغل عليها آه أنا فهمت عشان كده لما بتعملي نوع من أنواع المديتيشن قولك تخيلي اللون ده بمعنى أن أنا بتنفس وبعد كده أتخيل أن اللون ده رايح في مكان المعاينة في مكان المعاينة لحد مش عارف يتكلم مثلا عبر عن مشاعر وفيقولك تخيل أن أنت بتتنفس لون أزرق مظبوط هل ده فعلا بمساعد؟ مظبوط جدا مظبوط جدا لأنه هما النوع ده من الطب التكميلي اللي السنيين اخترعوه آه عملوا علاقة وثيقة ما بين مركز الطاقة واللون ده بينفع بجد يا ندا؟ ده بينفع بصي عن خبرتي أنا بقالي أكتر من 20 سنة بشتغل في الحاجات دي هو بيشتغل أكتر على الحاجات السيكولوجيكال أو النفسية اعتدال المزاج التركيز بينفع جدا فعلا بالألوان الحاجات اللي هي السطحية مش الحاجات اللي بنتكلم فيها كاكتئاب بقى أو حاجات كده أكيد أكيد مش الحاجات المرضية آه يعني أنا بفضل إن لو في حاجة حد شخص بمرض معين لازم يتابع مع دكتور إحنا بيبقى درنا تكميلي زي ما دايما بنقول مش بنسترنى عن الطب الأساسي بتاعنا في حياتنا إحنا بنبقى طريقة تكملية بيها نساعد لكن إن أنا أطلع من اكتئاب مجرد إن أنا أستخدم ألوان معينة بيكون صعب طبعا ممكن يساعد النموذي يعتدل يوم يومين لكن حار جاعتين نفس المشكلة صحيح لو أنا مش ماشي على تشخيص مظبوط مع دكتور دكتور بقى طبعا طب لو جينا للون الأسود لسا كنا بنتكلم في المقدمة عن حب الناس للون الأسود في اللبس هاللون الأسود لي مثلا دلالة معينة أو علاج معين ولا هو مش لون أصلا الأسود والأبيض مش ألوان يعني مش بيعتد بيهم أصلا في الطب التكميلي عندنا هما إحنا بنقول ده مجموعة الألوان كلها على بعض مرة لما بنصلط عليها الدوق ومرة لما بيكونش فيه دوق بس هما ليهم مدلولات الناس تعودت عليهم إن الأسود لون شيك أو لون بيعبر عن الحزن الأبيض لون مفرح بس هما ما لهمش مدلولات جوه اللي إحنا بنعمله كcolor therapy أو كعلاج بالألوان فبالتالي ما بيرمص الحاجة يعني ما ينفعش أقول لنا مثلا أنا النهاردة حاسة إن أنا low energy أو حاسة إن أنا ما عنديش طاقة فهل بسي سود لا ما لهاش لا دي بتبع الحالة المزاجية أكتر إن أنا حاسة إن أنا يعني منجزبة لللون ده بس سبعا ده بيدل برضو على شخصية إن كتير كان بيجيلي ناس زمان يقولوا أنا بفتح دولابي كله إسود وقابيض بس ده مش مش أكتر حاجة متوازنة يعني دايما حتى كنت بقول إن شاء الله حاجة واحدة لون مختلف في الدولاب حيث لما نفتح يبقى زي ألوان قوس قصح كده الرينبو ده بيدي في حد زي تطاعي إيجابية جدا لما تفتح دولابك وتلاقي ألوان مختلفة لو حتى قطعة واحدة يعني يمكن دايج مني الموضوع مهم جدا بما إن إحنا شهر التوعية بالحالة النفسية وأهمية الصحة النفسية يمكن إحنا دلوقتي بنشوف ده أكتر كمان في الشركات وفي البيوت الناس والأهالي بقى مهتمين بده مع إن لسه عندنا طبعا تحديات كبيرة جدا إن إحنا نعترف إنه فيه أمراض نفسية وإن إحنا ده مش وصمة عار وإن إحنا لازم نطلع نتكلم عن الموضوع ده أكيد أنت بتواجه ده كتير جدا يعني فيه ناس تيجي تقول لك مثلا أنا عايزة تعالج بس مش عايزة تقول أنا عندي مرض نفسي أو أنا في حاجة طبعا ده موضوع مهم جدا لإنه أعتقد إن إحنا في الزمن ده وده مش بس في مصر في كل حتة في العالم مهم جدا إن إحنا نعمل توعية على ده وإن محدش يكون مكسوف يعني للوقت في مصر حتى بقى فيه أبليكيشنز الشركات بتستخدمها مش لازم تقولي اسمك ولا تقولي أي معلومات خاصة بيكي مش حابة تقوليها وممكن تعملي جلسات أونلاين بس تقدري تتكلمي في حاجة مضايقاكي وتغذي المساعدة اللي إنسي محتاجاها اللي يمكن إحنا بنحاول نعمله في شركاتنا دايما إن إحنا نعمل توعية للموظفين وللناس المختصة بحاجة زي كده زي المورد البشرية الناس اللي في بوزيشنز تقدر تاخد قرارات إن هما يتقبلوا إن ده موجود وإن زي ما بتقولي ده مش وصمة عار ويعملوا بيئة مناخية بالنسبة للموظفين يساعدهم على إن هما يقدروا يعبروا عن نفسهم لما يبقى فيه مشكلة المشكلة بتحصل للموظفين دايما مش بيبقوا وثقين إن لو قالوا حاجة زي كده إن هما أولا حد هيصدقهم أو إن هيتقصر على شغلهم ويقولوا إن فيه مشكلة في الأداء بتاعهم ده مفروض ما يكونش خالص اللي موجود يعني إحنا في 24 سنة 24 خلاص بقى فيه وعي عالمي بإن بقى فيه فعلا مشاكل بتؤثر على السلامة النفسية بتاعتنا نتيجة الضغوط بالضبط والبرن اوت ده بيبقى علاجه أصعب إن الشخص ممكن يمتنع للشغل شهور ممكن ينتهر كمان وبيقدي فعلا لحاجات وحشة جدا وممكن يقدي لأمراض مزمنة محدش ينتبه لها في الأول فمن الحاجات اللي بننصح بيها الشركات دايما إن هما يخلقوا البيئة والمناخ المناسب للموظفين علشان يقدروا يحتوى المشاكل دي من أولها وإنه ده مش غلط بل بالعكس وفي دلوقتي سبول كتيرة جدا بيها الناس ممكن تلاقي مساعدة بطريقة حتى ما تبقاش مباشرة وإن المنتل هيلث مش بس إن أنا أتكلم على مشاكل على فكر المنتل هيلث فيه يعني نازل منه أفرع كتير جدا من ضمنها السلامة إن أنا أبقى حاسة بأمان مع مديري وأنا عندي مشكلة حاسة بأمان في بيئة العمل حاسة بأمان من الناحية المادية يعني كل دي فروع منثقة من فكرة المنتل هيلث لازم كل الشركات تبتدي تنتبه ليها لإنها ما بقتش حاجة زي ما بنقول رفاهية أو رفاهية ده هو لازم الأجيال مختلفة خالص الأجيال اللي طالعة الصغيرة عندها وعي أكتر بكتير من الأجيال الكبيرة وعندها تحديات أكتر وعندها ستراسيز وضقود أكتر من أي جيل قبل كتير أكيد ومن وقت أعتقد الكورونا ده ظهر جدا إن فيه ناس كتير سابت شغلها وفيه ناس لما راجعت ما راجعتش زي الأول والضغط النفسي أعتقد العالم كله بيمر بيه نتيجة لحاجات جديدة إحنا كلنا بنمر بيها ماينفعش نتعامل معاه زي زمان ففعلا دي رسالة مهمة جدا لازم كل حد صاحب عمل يفكر في ده ومع إدارة الموارد البشرية بتاعته يحاول يعمل بحث ويعرف الناس عنده محتاجة إيه علشان ده حيساعد قوي في إن في المستقبل ما يخسرش ناس أكتر أو تبقى بيئة العمل زي ما بنسميها توكسك أو فيها مشاكل بتؤدي لعدم انتاجية وبتؤدي الناس على طول بتغيب والحاجات زي كده أنا بضم صوتي لصوتك الحقيقة مش بس كمان في الشركات في البيوت كمان وفي المجتمعات الصحة النفسية مهمة جدا 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 الصحة النفسية بتأثر على الصحة الجسدية والصحة الجسدية بتأثر على الصحة النفسية فلازم يكون عندنا وعي شديد بالأمراض النفسية أو حتى الاضطرابات النفسية أو حتى الحاجات اللي بتحفز على إن يكون عندي أي فكرة سلبية لو بدأناها من الأول ممكن نتخلص منها سريعا بدلا ما تأثر بعد كده على انتاجياتنا وحياتنا وفي الأول وفي الآخر كمان ده بيأثر على المجتمع بشكل عام نضبوط جدا نادا بشكرك نورتينا وشرفتينا ناداك كل مرة ناداك كل مرة شكرا للمشاهدة